أهلا بك. ما الذي يمكن أن نقوله مع التطورات؟ التطورات أيضا على قطاع التأمين. هل برأيك أعطى مؤشرات أو يعطي مؤشرات حالية أنه خلاص. يعني مرحلة جني أرباح قد تذهب بمعظم مكاسبه السابقة؟ قطاع التأمين بالأصل هو تحوى إلى قطاع مضاربي لا أكثر ولا أقل. لأنه نلاحظ أن كثير من الشركات كلها سعار مبالغ فيها تقريبا بنسبة 95% إلى 90% من الشركات كلها أسعار غير مستحقة. فهي أسعار مضاربية في السوق. وكان القطاع يعتبر من أكثر القطاع الجاذبية في المضاربة لأنه الأسهم قليل هو رؤوس أموال صغيرة. وهذه مشكلة القطاع التأمين. أنه قطاع لا يعكس قوائم المالية ولا نتائج المالية ولا أي شيء. يعكس مجرد عمليات مضاربية بالكامل. نلاحظ أنه بعض الشركات درجة جديدة. أسعارها تصل إلى 900 ريال. كثير من الشركات وصلت لأسعار تفوق 200 ريال. تفوق 100 ريال. تفوق 5 ريال. أنا أعتقد أن القطاع يظل موجودة جاذبية فيه كمضاربة. ولا نتكلم عن استحقاقات السعر. إنه مستحقة أو غير مستحقة. نتحدث عن قطاع مضاربة. لكن يظل قطاع مضاربة خطر جدا. لأن الأسعار مبالغ فيها جدا. حين نتحدث عن 4 ريال أو أكثر أو 3 ريال أو أكثر. أعتقد ندخل في دائرة المراهنات أكثر من المضاربات العقلانية الموضوعية. فيما يتعلق بالتركيز على بعض الأسهم. لماذا برأيك هذه المناورات التي تركز على أسهم دون غيرها. وتأخذها أيضا إلى مستويات سعرية قصوى أحيانا. هي تعتمد طبعا على المضاربين وعلى عدد الأسهم. فبالتالي المضارب الذي يكون موجود في أي شركة هو هل يحقق أهداف أو لم يحققها. هل وصل لهذا السعر. هل استطاع أن يبيع أو لم يستطيع البيع. لأنه إذا لم يستطيع البيع يظل منحافظ على الأسعار السقف العالي. يظل الشبه ممتلك لهذه الأسهم الغالبية المسيطرة على السهم التي تتحرك السعر كيفما يريد. يظل هناك حذر شديد من المضاربين. لأنه هناك الرقابة تختلف عن السابق. هناك مضاربات متابعة من قبل هيئة سقومة من المال بدقة. لأنه عملية التدوير والتراقل بينهم ومحافظة إلى آخر. فبالتالي هناك عملية بطء في عملية التراجعات أو الصعود في أسهم المضاربة. لكن هي تعتمد في الأساس كم يملك المضارب أو المضاربين وكم عدد الأسهم الموجودة. وهل وصل للأهداف أم لم يصل. فبعضهم يحقق الأهداف وهم أعتقد قلة قليلة. والبعض يتورط. حين ترتفع الأسعار يكون كل الكميات بحوزته. وبالتالي لا يستطيع عملية البيع أو التصريف كما نسميها. بالنسبة لمجريات الأحداث الأخرى أو القطاعات الأخرى. ما تأخذه بأتبارها. خصوصا الاعتبارات العالمية. واضح أن أمامنا مصطلحات جديدة. بدأت تدخل هذه الاعتبارات الهوية المالية. مشاكل جديدة. إجراءات تقشفية. واضح أن الاتحاد الأوروبي غير راضي عنها في أوروبا. وحتى احتجاجات أوروبية في الشارع. هذا كيف تقرأه السوق؟ أنا أقرأ السوق أن الضعف يأتي من أوروبا باعتبار أن الضعف الاقتصادي موجود هناك. أكثر من أي مكان آخر. وبالتالي هناك توقعات أيضا في الأداء الاقتصادي. أنه ممكن يتحسن ببطء. لكن المتوقع أنه سيكون في تراجع في أداء الشركات والبحياتها. نلاحظ أنه مثلا في شركة أبل الأمريكية من شهر سبتمبر إلى الآن تراجع السعر ممكن بأكثر من 15% وبالتالي السهم إما أن يكون هناك شيء جديد كمنتج مختلف يضيف. يحقق النمو المستمر. لأنه دورة الحياة للمنتجات هي معروفة. تبدأ ضعيفة. ثم ترتفع. ثم النضج. ثم التراجع. التراجع هنا. أما أن يكون هناك منتج جديد يعني اختراع منتج. إلى آخره يحقق نمو من جديد. يعدل الكيرف إلى تجاه صاعد أو سيتراجع. وبالتالي هذا هو المؤثر. أنه وداء الشركات قد يكون هو المحق الآتي مستقبلا في الاقتصاد الأمريكي. لكن في أوروبا المشكلة في الاقتصادية نفسها. أن نلاحظ أنه اليونان الآن شيء بالدولة تفلس الآن. لا تملك السيطرة على أي عملية تستطيع تمارسها. هناك مظاهرات. هناك إضراب. هناك مشاكل اقتصادية كبيرة. فرنسا الآن بدأت تدخل في هذه الدائرة. وهذا يعتبر مؤشر خطير لأنه يعتبر الاقتصاد الثاني أو الثالث في أوروبا. بعد بريطانيا والأول ألمانيا. لم يبقى معقل في أوروبا إلا ألمانيا. إذا لا ضربت ألمانيا في اقتصادها من خلال الاستثمارات التي وضختها البنوك الألمانية في أوروبا. لأن التعثر في ألمانيا أو في فرنسا أو غيرها سينسحب بالتالي على البنوك الألمانية. وألمانيا تدعم أوروبا بشكل قوي وشديد من أجل بقاء بنوكها. لأن اهتزاز المصارف الألمانية سيعتبر قلبها والعمود الفقر لأي اقتصادها هو البنوك. بالتالي هي تحاول دعم هذا الاتجاب بقوة. نفس الشيء الصينيين الآن هم يدخلون بقوة في شراء السندات لليورو. حتى يبقى اليورو بتنانقذ الآن. ضعف اقتصاد أوروبي وقوة في اليورو. هنا يأتي عملية الشراء لليورو لدعم قوة السعر حتى يكون مرتفع. حتى يكون ضعيف أمام الرمانبي الصيني. لأن الصين تعتمد على العملة متدنية في التصدير. فيتدعم لدعم عملتها الصينية في الأصل. وليس دعم سوادا في عيون أوروبا أو دعم اقتصاد الأوروبي. هنا التعارضات المشكلة في أوروبا بشكل رئيسي وكبير. وأعتقد أن المصارف ستكون أكبر موجودة. والدليل ارتفاع واستمار البطالة موجودة في أوروبا. خاصة في اليونان.